دكتور خالد اليوم فيما يتعلق بالمواجهة في هذه المعركة تحدث عن وجوب الانتهاء من هذه المعركة وتدمير هذه الميليشيا وهذا التمرد لكن مع طول أمد المعركة وخاصة كان الحديث أنها ستنتهي خلال أيام ولكن نزلت قائمة هل يفرز ذلك شكلا جديدا للجيش السوداني يفرز على سبيل المثال قيادة جديدة لإنهاء هذا التمرد أم تظل الأمور على ما هي عليه يعني إلى الآن يعني واحدة من الميزات لهذه الحرب إذا كان في ميزات هي وحدة القيادة يعني الآن ما تتخيل أخ محمد نسبة التوافق أو درجة التوافق العالي جدا بين مكونات القوات المسلحة من قمة قيادة من البرهان إلى أحدث جند فيها توافق كامل هذا التوافق يعني الالتغاء فيه اللي هو الموقف من هذه القوات المتمردة طبعا كانت قبل التمرد هناك موقف لغالب غالب وليس كل غالب القوات المسلحة ضد قوات الدعم السريع لكن بعد الذي حدث تحولت المسألة كل الراية العسكري الآن وإمكن يكون القرارات الأخيرة بتاعة البرهان هي تتويج لهذا التناغم الكامل بين القيادات فما أفتكر أنه في المنظور في المنظور القرارات الخاصة بتغيير القيادات نعم في المنظور لن يحدث في تغيير أي تغيير في القيادات بتاعة القوات المسلحة هل هناك ضغوط دولية على الجيش السوداني بالتحديد؟ دولية أو إقليمية؟ ربما لكنها يعني إذا كانت أصلا فيه الضغوط كانت من الأمارات لأنها كانت أصلا التي تدعم بوجود الدعم السريع مكان القوات المسلحة وده طبعا أساسه أساسه الفزاعة المعشية في هذه الأمارة المحدودة تالعدد والمحدودة الإمكانات كل شيء المحمد بن زايد فيما يسمى بالإسلاميين والإخوان المسلمين والهو يريد أن يصفي هذا الجيش وده موقفين أساسيين بيختلف معهم أو على الأقل واحدة من يعني أقدر الله سبحانه وتعالى أنه يكون الاختلاف بين محمد بن زايد ومحمد بن سلمان في الدعم للجيش والدعم للدعم السريع في البداية كان محمد بن سلماني لحد ما يمين لصالح الأمارات لكنه بعد فترة تحول وأصبح داعم للجيش مطابغا تماما مع الرأي المصري فبالتالي ما بفتكر أنه هناك قوة مؤثرة الآن وليها دور يمكن أن تفعلوا تؤثر على القيادة وزهاب القيادة كان في البداية وده بفتكر ممكن تحمل الرؤية الأمريكية وده كان في البداية المطروح الأمريكي أنه ذهاب كل القيادات سواء كان من الدعم السريع أو من الجيش هكذا يعني هما بفتكروا أنه ذهاب قيادة الجيش يحقق لهم الهدف الأساسي بتاعهم والذي هو وجود جيش ضعيف وبالتالي تصفيها الجيش من كل العناصر التي يمكن أن يعتقد بأنه يمكن أن تأتي للقيادة واللوايح واللسة لحالة المعاش جاهزة تمام مجاهزة وحتى مجاهزة من الأمارات للأسف الشديد بعملاء سودانيين على رأسهم ما يسمى باسم طاع الحسين اللي هو مدير كان السابق لمدير مكتب الرئيس البشير والذي كان هو السبب الأساسي في تضخم حميتي على ذكر حميتي وأختم معك دكتور خالد هل ما زال حميتي موجودا داخل الخرطوم هو يعني أنا أفتكر يعني واحد من احتمالين إما يكون هلك أما يكون وجود وجود غير مؤسر وأنا باستنتج هذه المسألة ليس من معلومات لكنه من وقايع يعني مجموعة من الفيديوهات الأخيرة التي خرجت يعني توضح بأنه هو على غيد الحياة أو هو قايد يعني توضح بصور وواضحة شديدة إنه إما هو غير قادر على أي فعل شايف أو هو في عداد الموتى وغير قادر على أي فعل بمعنى مصاب ليس له خرار نعم لا مصاب لا يستطيع أن حتى يتكلم يعني لأنه يمكن آخر آخر فيديوهين يعني كان في واحد فيه بتاع زكاة صناعية يعني للغباء بتاعه وجايبين بصورة يعني بصورة وصوت جايبين صورة وصوت حميتي يتكلم لا تتحرك إلا شفتيه فقط يعني الرأس سابت الجسم سابت طبعا لا يحدث إلا في شغل بتاع الزكاة الصناعية فواضح إنه إما هو غير قادر على الفعل تماما أو يمكن يكون في غيبوبة لا يستطيع أن يتكلم أو يكون في عداد الأموات والجيش ليس عندهم معلومة واضحة بخصوصها لم يصرح الجيش إلى الآن بتصريح يعني بعض المتابعين بعض المتابعين للأحداث مثلي لكنهم أكثر جرأة في تقديراتهم أو يكونوا في مواقفهم بيفتكروا إنه لو لا تأكد البرهان من موت حميتي لما عزل حميتي قطيت؟ نعم يعني قرار البرهان بعزل حميتي كان قبله يدري برهان أنه قتل فهم يفتكروا إنه البرهان لا يقدم على عزل حميتي ما لم يتأكد بأن حميتي توفى هذا قولهم وليس قولي أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد حسين البحث المحل السياسي السوداني كنت معا في هذه الحلقة من مسلم ونحو العالم شكرا لك أشكر ومصول لكم شهدين الكرام على حسن طيب المتابعة وحتى نلتقي في أمان الله اشتركوا في القناة